حققت شركة مبادلة الإماراتية إنجازاً مهماً على صعيد الأداء المالي فقد تحولت الشركة التابعة لحكومة أبو ظبي من الخسارة إلى الربحية في النصف الأول من هذا العام وساهم تقلص مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع الإيرادات من أنشطتها الرئيسية في دعم أداء الشركة التي تمتلك حصصاً في شركات كبرى مثل جينرال إلكتريك وكارل لايل للاستثمار المباشر مبادلة التي تمتلك مدينة مصدر للطاقة المتجددة عوضت خسائر نصف الأول من العام الماضي البالغة ملياراً ومئتي مليون درهم بأرباح تقدر بثمانمائة وواحد وخمسين مليوناً ونصف المليون درهم كما ارتفعت إيراداتها من ثلاث عشرة ونصف مليار درهم إلى ست عشرة مليار درهم بنسبة نمو بلغت ثمانية عشر في المئة ومبادلة التي اشترت حصة في مجموعة ABX البراجلية بقيمة ملياري دولار استفادت من انخفاض خسائر الاستثمارات المالية بعشرين في المئة إلى سبعمائة وواحد وسبعين مليوناً ونصف المليون درهم وتضاءلت بشدة مخصصات انخفاض قيم العقارات والمصانع والمعدات المملكة لمبادلة لتبلغ تسعة ملايين ونصف المليون درهم مقارنةً مع ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وثمانمائة ألف درهم قبل عام وكانت استراتا للتصنيع قد حصلت على عقد ضخم من قبل شركة إيربوس لتصنيع قطاع طائرات A350 أما قاعدة أصول مبادلة فنمت بنسبة عشرة في المئة إلى مائة وخمسة وتسعين مليار درهم أصول الشركة ارتفعت نتيجة زيادة أصول شركة Global Founders وأصول وحدة الرعاية الصحية والاستثمارات الجديدة للشركة التي تمتلك إلى جانب الشركات الأجنبية حصصاً في شركات إيماراتية من بينها الدار العقارية والشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد وشركة إيمان لتصنيع الألمونيوم التي تضم أكبر مصاهر للألمونيوم في العالم ترجمة نانسي قنقر